السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف التاسع مع الجزء الثاني من درس العلاقات والدوال سوف نتعلم أعزائي الطلاب في هذا الفيديو تحليل المجال والمدى المنطقيين وأيضاً تصنيف العلاقات والدوال والبداية أعزائي الطلاب كما تعودنا مع التهيئة هيا نتذكر ما تعلمناه في الجزء السابق من الدرس لقد عرفنا يا أبنائي مفهوم العلاقة والدالة عرفنا أن العلاقة هي مجموعة من الأزواج المرتبة ترتبط فيها قيمة من قيم X بقيمة من قيم Y تذكروا ذلك كما عرفنا أن الدالة هي علاقة ترتبط فيها كل قيمة من قيم X بقيمة واحدة فقط من قيم Y لاحظ ذلك أيضاً عرفنا يا أبنائي مفهوم المجال والمدى من يذكرنا ما هو المجال؟ أحسنتم المجال هو مجموعة المدخلات أو هو مجموعة قيم X وحيث أن العلاقة الموضحة أمامنا هي دالة فإننا نقول أن مجال الدالة هو مجموعة قيم X الآن من سيذكرنا ما هو المدى؟ ممتاز أن ترى يا بني المدى هو مجموعة المخرجات أو مجموعة قيم Y ومن ثم فإن مدى الدالة هنا هو مجموعة قيم Y عرفنا أيضاً يا أبنائي أن العناصر المكررة في المخرجات تكتب مرة واحدة فقط عند كتابة المدى تذكر عزي الطالب أنه يمكننا تمثيل الدالة بيانياً أو بمخطط سهمي لاحظ ذلك التمثيل البياني عبارة عن نقاط ثابتة X and Y والمخطط السهمي كما هو مبين أعزائي الطلاب يخرج فيه سهم من العنصر في المجال إلى العنصر المقابل له في المدى لاحظ ذلك ممتاز الآن أعزائي الطلاب هيا نبدأ درسنا كيف نحلل المجال والمدى المنطقيين المثال الثاني صفحة 48 ما المجال والمدى المنطقيين لكل دالة أدنى أعزائي الطلاب لدينا موقفين ونريد أن نحلل كل موقف فنتعرف على المجال المنطقي والمدى المنطقي لكل دالة تذكر عزي الطالب أننا قد استخدمنا كلمة منطقي في الجزء السابق من الدرس عندما سألنا عن العدد المنطقي للصفوف والعيد المنطقي للمقاعب الآن هيا بنا لنرى كيف يمكننا إيجاد المجال المنطقي والمدى المنطقي لكل دالة لفهم ذلك أعزائي الطلاب دعونا نفهم الموقف الأول يملأ صنبور ماء بركة سباحة سعتها تنساوذانت جالون بمعدل تن جالون في الدقيقة أعزائي الطلاب فكروا معي ما الزمن اللازم لملء بركة السباحة؟ هيا فكروا أحسنتم الزمن اللازم لملء البركة هو السعة الكلية مقصومة على المعدل الذي يتم الملء فيه فيكون T أي الزمن equals 10,000 divided by 10 أي T equals 1,000 minutes إذن نحتاج إلى ألف دقيقة لملء هذه البركة أعزائي الطلاب لفهم هذا الموقف بشكل أكثر تفصيلا دعونا ننمذج لهذا الموقف لنتخيل أن هذه هي بركة السباحة نريد ملء هذه البركة قبل البدء أعزائي الطلاب يكون الزمن هو zero كما تكون البركة فارغة أي أن السعة تكون zero أيضا الآن نعتبر أن الخط الأفقي هو خط الزمن وحيث أننا سنحتاج إلى 1,000 دقيقة لملء البركة فلن نستطيع توزيع هذا الزمن على الخط في صورة وحدات صغيرة لذلك سنستخدم مقياس مناسب فنعتبر أن كل وحدة تمثل 100 minutes وسنعتبر أن الخط الرأسي هو خط السعة وبالمثل سنستخدم مقياس مناسب فنعتبر أن كل وحدة تمثل 1,000 جالون الآن نبدأ بملء البركة لاحظ التغير في الزمن والتغير في السعة نلاحظ أن البركة تمتلئ بمعدل ثابت مع مرور الزمن هذا المعدل هو تنجالون كل دقيقة نعلم أن مجموعة قيم X هي المجال وأن مجموعة قيم Y هي المدى الآن أعزائي الطلاب ما هو المجال المنطقي؟ أي ما هو الزمن المنطقي اللازم لملء البركة؟ بملاحظة النموز المعروض نلاحظ أن الزمن المنطقي لملء البركة أعزائي الطلاب يبدأ من الدقيقة زيره حتى الزمن اللازم لانتهاء امتلاء البركة وهو هنا وانثوذن دقيقة كما عرفنا ومن ثم يكون المجال المنطقي يبدأ من الدقيقة زيره إلى الزمن اللازم لامتلاء البركة وما هو المدى المنطقي أعزائي الطلاب؟ بملاحظة النموز نجد أن السعة البركة تبدأ من زيره حتى تنثوذن جالون إذن المدى المنطقي من زيره إلى تنثوذن جالون وهي سعة بركة السباحة الآن إلى الموقف الثاني يحتاج مطعم إلى شراء كراسي للطاولات ويمكن أن تستوعب الطاولة الواحدة أربعة كراسي دعونا نفسر هذا الموقف أعزائي الطلاب ثم نوثله بيانيا المطعم لديه طاولات موجودة بالفعل هو فقط يريد شراء كراسي لهذه الطاولات كل طاولة تحتاج إلى فور من الكراسي الآن إذا كان لديه طاولتان فإنه سيشتري ايت من الكراسي وهكذا حتى يتم شراء كراسي تكفي لعيد الطاولات الموجودة لديه بالفعل إذن المجال المنطقي يبدأ من ون إلى العدد الموجود في المطعم والمدى المنطقي هو عبارة عن عدد الكراسي التي سيتم شراءها وهي هنا مضاعفات العدد فور لأن كل طاولة تحتاج إلى فور من الكراسي ويبدأ من فور إلى أربعة أمثال عدد الطاولات المطلوبة الآن أعزائي الطلاب بعد أن عرفنا المجال والمدى المنطقيين للدوال الموضحة هل يكون المجال في هذه الدوال أو المواقف متصلاً أم متقطعاً؟ هيا بنا لنتعرف على ذلك أعزائي الطلاب من خلال التمثيلات البيانية لكل موقف في الموقف الأول أعزائي الطلاب نلاحظ أنه يمكن تحديد سعة الماء في بركة السباحة عند أي قيمة من الزمن أي لأي قيمة من قيم X وفي هذه الحالة أعزائي الطلاب نقول أن المجال متصل لأنه يتضمن كل الأعداد الحقيقية ويكون التمثيل البياني عندئذ مستقيماً أو منحنى أما في الموقف الثاني فنجد أن عايز الكراسي والطاولات يجب أن يكون أعداداً كلية فلا يمكن أن يكون هناك أجزاء من الطاولات أو الكراسي في هذه الحالة أبناء العزاء نقول أن المجال متقطع لأنه يتضمن أعداداً كلية أو أعداداً صحيحة فقط ويكون التمثيل البياني عندئذ عبارة عن نقاط ثابتة الآن عايز الطالب حان دورك أوقف الفيديو وحاول أن تحل التمرين 2 من الكتاب صفحة 48 الآن تحقق من صحة حلك A. يدفع لاعب البولينغ 17 ريالز مقابل كل جولة يلعبها المجال المنطقي أعزائي الطلاب هنا هو الأعداد الصحيحة الموجبة فهذا اللاعب سيلعب جولات لا يمكن أن تكون أعداداً سالبة أو جزءاً كسرياً في حين أن المدى المنطقي هنا سيكون مضاعفات العدد 17 حيث أن تكلفة كل جولة هي 17 ريالز وأن كل مدخلة عدد صحيح موجب فإن كل مخرجة ستكون 17 مضروباً في أي عدد صحيح موجب لاحظ التمثيل البياني الذي يوضح هذا الموقف لاحظ هنا أعزائي الطلاب أن المجال متقطع B. تقطع سيارة مسافة 25 ميل باستهلاك 1 جالون من البنزين المجال المنطقي هنا أعزائي الطلاب هو كل الأعداد الحقيقية غير السالبة لأن السيارة تقطع مسافة والمسافة لا تكون سالبة بينما يكون المدى المنطقي أيضاً كل الأعداد الحقيقية غير السالبة لأن السيارة تقطع مسافة 25 ميل بجالون 1 فقط من البنزين يمكن للسيارة قطع أي عدد حقيقي موجب من الأميال ستكون المخرجات 25 مضروباً في أي عدد حقيقي غير سالب لاحظ التمثيل البياني أعزائي الطلاب لاحظ أيضاً أن المجال هنا متصل الآن أعزائي الطلاب هيا نصنف العلاقات والدوال ما المقصود بدالة واحد لواحد ركزوا معي جيداً أعزائي الطلاب في هذا الجزء تكون الدالة دالة واحد لواحد إذا لم يرتبط عنصران من المجال بالعنصر نفسه في المدى عندما يرتبط عنصران أو أكثر من المجال بالعنصر نفسه في المدى فالدالة ليست واحداً لواحد لبيان ذلك أعزائي الطلاب بصورة أكثر توضيحاً سنقوم بتمثيل العلاقة التالية بمخطط سهمي نعلم أن هذه العلاقة هي دالة فيرتبط كل عنصر من عناصر X بعنصر واحد فقط من عناصر Y لاحظ ذلك في هذه الحالة أعزائي الطلاب نسمي الدالة دالة واحد لواحد حيث لم يرتبط عنصران أو أكثر من المجال بالعنصر نفسه في المدى إذا قمنا باستبدال الزوج المرتب 5 & 3 في الدالة بالزوج المرتب 5 & 8 فماذا نلاحظ؟ نلاحظ الآن أنه يوجد عنصران من المجال يرتبطان بنفس العنصر من المدى العنصران 1 & 5 من المجال يرتبطان بنفس العنصر من المدى يتلاحظ ذلك بصورة أكثر وضوحا من خلال المخطط السهمي الآن يرتبط عنصران من المجال بالعنصر نفسه من المدى فتكون الدالة هنا أعزائي الطلاب ليست واحدا لواحد والآن أعزائي الطلاب إلى المثال الثالث الكتاب صفحة 49 هل تمثل كل علاقة أدنى دالة؟ إذا كانت دالة هل هي دالة واحد لواحد؟ أم ليست دالة واحد لواحد؟ بالنظر إلى عناصر المجال أعزائي الطلاب والمدى في هذه العلاقة والتي هي قيم X و Y على الترتيب نجد أن هذه العلاقة تمثل دالة لأن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المدى ونلاحظ أيضا أن عناصر المجال لا تتشارك أي قيمة من عناصر المدى فالدالة دالة واحد لواحد B بالنظر إلى المخاطط السهمي أعزائي الطلاب نجد أن العلاقة تمثل دالة لأن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المدى لكن نلاحظ أن هناك أكثر من عنصر في المجال يرتبط بنفس العنصر من المدى لاحظ ذلك أعزائي الطالب ولذلك فإن هذه الدالة ليست دالة واحد لواحد الآن أعزائي الطلاب فكروا معي هل يمكن تحديد ما إذا كانت الدالة دالة واحد لواحد باستعمال تمثيل بياني؟ لمعرفة ذلك أعزائي الطلاب تابعوا معي نقوم بتمثيل الأزواج المرتبة من المخطط السهمي على النحو ماذا تلاحظ عيد الطالب؟ أحسن يوجد قيمتين من قيم X لها نفس القيمة من قيم Y ولذلك هنا أعزائي الطلاب الدالة ليست دالة واحد لواحد القيمتين 1 and 2 من قيم المجال لها نفس القيمة من المدى وهي 17 أيضا القيمتين 4 and 5 من قيم المجال لها نفس القيمة من قيم المدى وهي 10 الآن عايزي الطالب ما هي مميزات استخدام المخططات السهمية عند تحليل الدوال؟ لمعرفة ذلك أعزائي الطلاب تابعوا معي لعلك لاحظت عايزي الطالب أن المخططات السهمية أسهل في الإنشاء من رسم تمثيل بياني أيضا يمكنك معرفة ما إذا كانت العلاقة دالة أم لا إذا كان سهم واحد فقط ينطلق من كل عنصر في المجال كما يمكنك أيضا معرفة ما إذا كانت الدالة دالت واحد لواحد إذا كان كل سهم يشير إلى عنصر واحد فقط في المدى الآن عزي الطالب أوقف الفيديو وأحاول أن تحل السؤال ثري من الكتاب صفحة 49 والآن تحقق من صحة حلف A العلاقة لا تمثل دالة عزيزي الطلاب لأن العنصر ثري من المجال يرتبط بأكثر من عنصر واحد في المدى B العلاقة تمثل دالة وحيث أن الدالة خطية فهي دالة واحد لواحد وإلى هنا أعزيزي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من الدرس أرجو أن تكونوا قد استفدتم على أمل اللقاء بكم في الجزء الثالث من الدرس دمتم في رعاية الله وأمنه